طيب دايماً الدفاعات الموجودة في النادي الآلي دايماً كان موجود ياسر إبراهيم وعبد المنم دلوقتي رامي ربيع وعبد المنم شايف التطور اللي حصل ما بين رامي وعبد المنم ما عملت إزايه وهل لو ياسر رجع هل ممكن يعني يبقى فيه اختلاف ممكن يلعبقى مكان رامي يا هتبقى من نفسك بيره فروق لأننا أنا بكلمك هتبقى من نفسك بيره بشكل محترم لأن ياسر إبراهيم انت بتتكلم دولتي على دفاع نادي الآلي والاختراقات من عمقه في المنم ايه دي النقطة ممكن بقولك ممكن يكون مستساء لك أنا أنا بكلمك على رامي ربيع لا متقلق سواء مع المنتخب أو النادي الآلي في الفترة اللي فاتت وممكن أنا بقولك ممكن هو صمام أمان النادي الآلي الفترة اللي فاتت دي وبيقد بشكل جيد لكن خلينا أقولك أن محمد عبد المنم ممكن يكون بيفكر في الاحتراف وممكن أنا سمعت أكدر من تصريح أن الرجل عايز يحترف في دوري يعني في دوري من إحدى الدول الخليج ومدافع من الجزائر فأنا بأعتقد أن محمد عبد المنم مش يبقى موجود للفترة اللي جاية في صفة كبيرة بس أنا يعني فكرة الخليج هي مطروحة لكن عبد المنم يعني في جلسة معاه الحقيقة وهو بيتكلم تكلم على أن هو يعني أوروبا بالنسبة له لو جاتت هي الأفضل بالنسبة له بص الجلدة ما بيفكرش في كده فاروق الجلدة بيفكر في المادة اللي يدفع أكتر المادة جزء مهم طبعا مهم وجزء كبير وأنا بقولك وأنا معاك لكن أنا بكلمك أن محمد عبد المنم بشكل كبير يحترف في الدولة السعودي لأنه الناس بترقبه وبتفكر فيه الفترة اللي جاية وممكن محمد عبد المنم ليه أكتر من جلسة أنه عايز يمشي تمشي لكن أنت عندك لعيبة كتير زي اللي عمل اللي عمل محمد عبد المنم يعمل غيره وأنت عندك رمى ربيعة بيقدي بشكل جيد ياسر إبراهيم من الأحسن المدافعين اللي موجودين في الدولة المصري لكن أنا بقولك كل قد الأهل ما بيقفش على حد لكنه هو أنت لما تتكلم على محمد عبد المنم ده استفادة أنت لما تحترف ده استفادة ما عندك عشر محترفين يجي من فاقه من تخمص مش تقليلا من محمد عبد المنم يا مفروغ لكن أنا بكلمك أن محمد عبد المنم لازم تحضر البديل من الوقت عشان ما ترجعش وتقول بقى أن أنا اضطريت وعملت وسويت زي أنا أنا بقولك النهار ده علي معلول بدنيا الفترة اللي جاية دي بدنيا وقع فأنت لازم تحضر له البديل في الحتة دي النهار ده تبقى تلعب كريم الدبيسي سواء تلعب أو هيمشي فأنت لازم ترجع لعيبه وتفكر في باكليفت زي ما أنت السنة الجاية لازم تفكر في فروض شكري شكري راجع خلاص دي حاجة محترمة وإحنا نتكلمنا عليها بشكل كبير زي ما أنت بتكرر أنت محتاج فروض يعني أنت النهار ده لما بتنزل كهرابا كهرابا أنا بقولك مش مركز مع النادي الأقلي بشكل كبير مهما بس كهرابا برضو عشان نروح للمنطقة دي كنت أنه بدها ثانية واحلة بس هو مش مركزه ماشي مش مركزه هو الراجل لما ندي الأقلي احتاجه نزلوا لعف المنطقة دي وكان هدف الاهي مفيش العيب مفيش وكنت حطت أمل على مين بقى انت على مدس على مدس بس ما 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 حقققش الدرجة اللي انت عايزه او مدكش المستوى لسه من شواء أنا بقولك لا أنا بقولك وماشى بقى تطلع ما كان بقى تطلع فرص يمكنه وجهة بجنوة لها. لكن انا بكلمك انت محتاج فروت فروت. لكن انت بتكلم على كهارابة. لا كهارابة النهاردة. كهارابة النهاردة. المارش بيه ما انتش عرف توقف كورة حتى الخمس داقة والست داقة اللي جات. وبتقلش وبتزح. لا لا دا حاجة صعبة. طيب هكمل معك كابت انا بودها بخيري هطلع للفاصل. ونرجع نكمل كمنا على مارش الاهلي وسنبيل الحقيقة.